وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هناك بعض الناس عندما يشاهدون النحل بهذه الطريقة يظنون بأن النحل في حالة هجوم أو أن النحل يريد التطريض أو حدث للخلية شيء ما فهذا الخطأ يقعون فيه أن حالين المبتدئين فعندما يجدون هذه الظاهرة ويشاهدون هذه الظاهرة يقومون مباشرة بتفقد الخلية وفتح الخلية ومما يسبب ذلك إلى مرض الخلية بالإسهال من بعد ذلك النيوزيمة وربما هجرت الخلية فلهذا إخواني أنا أقول لكم بأن هذه الظاهرة عندما تشاهدونها في منحلكم فلا داعي للخوف أول شيء ماذا تفعل تتفقد في أرضية المنحة الأسفل الخلية إن لم تجد نحل ميت وإن لم تجد نحل مشوه الأجنحة فلا داعي للخوف هذا الأمر الأول الأمر الثاني هذا النحل كما تشاهدون وهو صغير في السن عمره 12 يوم إخواني خرج من الحضنة في الأيام الأولى بدأ يعمل داخل الخلية من تغذية اليرقات من بناء الشمع من تنظيف العيون السوداسية تنظيف الأرضية تحويل الرحيق إلى عسل هذه الأعمال التي يقوم بها داخل الخلية وعندما يصل عمره 12 يوم يخرج إلى الخارج وذلك لكي يقوم بتحريك أجنحته واستعراض عضلاته كما نقول ويصبح قوي إخواني عندما يخرج إلى الخارج ويقوم باستعراض عضلاته يعني تحريك أجنحته وهنا يعرف النحل بأنه سليم أو غير سليم يعني عندما يخرج ويطير ولا يستطيع الطيران فسيسقط على الأرض ويموت لكن الذي يكون أجنحته سليم يخرج إلى الخارج يطير كما تشاهدون هكذا ويقوم بتحريك أجنحته ويدخل إلى داخل الخلية ويبقى يعمل لمدة تسعة أيام داخل الخلية أو عشرة أيام داخل الخلية ومنها حراسة الخلية يقوم بتحريك أجنحته لتفئة الحضنة يقوم بتحريك أجنحته لنزع الرطوبة من العسل يقوم بتحريك أجنحته لتعديل جو الخلية من الداخل وأيضا يقوم بالحراسة أمام باب الخلية ومن بعد ذلك عندما يصبح عمره 21 يوم يخرج إلى الخارج ويعمل لجلب الرحيق وجلب حبوب اللقاح وجلب الماء إلى غير ذلك فلذا عندما تشاهدون النحل بهذه الطريقة فلا داعي للخوف فالأمر عادي تماما الأمر الذي غير عادي وهو أنك إذا وجدت نحل ميت على الأرض إذا وجدت نحل ميت على الأرض فيعني هنا ربما حدود سرقة أو أن الخلية تعرضت لهجوم أو شيء آخر لكن إن لم تجد نحل ميت على الأرض فلا داعي للخوف ولا تفتح الخلية لأن فتح الخلايا في هذا الوقت يكون من شهر إخواني من 21 يوم إلى شهر وفي يوم مشمس ودافئ ولا تكون فيه رياح أهدمتم في عائد الله وحفظه أوووووو أووو그 شكرا